الروبل الروسي يهوي منخفضاً إلى أكثر من مئة مقابل الدولار انخفاض أفقده أكثر من 30% من قيمته منذ بداية العام ورجعه بنك روسيا إلى التراجع في الميزان التجاري للبلد نزيف العملة الروسية أترى رمى إجراءات البنك المركزي الأخيرة لوقف مشترياته من العمولات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي وبهذا الانخفاض أصبح الروبل بين الأسوي أداء في الأسواق الناشئة أعتقد أن البنك المركزي سيتخذ بعض القرارات الصعبة مثل زيادة الفائدة بمقدار نقطة مئوية وربما أكثر لوقف انخفاض الروبل وهو موضوع قابل للنقاش سواء كان البنك المركزي مستعداً للقيام بذلك أو اتخذ إجراءات أخرى وانخفضت قيمة الروبل بـ 50% تقريباً مقارنة بأعلى مستوى حققه في يونيو من العام الماضي تراجع صاحب انخفاض فائض المعاملات الجارية للبلاد بـ 85% على أساس سنوي في المدة بين يناير ويوليو الماضيين يأتي التراجع مدفوعاً بتداعيات العقوبات المشددة المفروضة على البلاد بسبب حربها مع أوكرانيا ما أدى إلى خفض إرادات الصادرات التي تأثرت بتجميد الحسابات وتقطيع أوصال النظام المصرفي والأعمال التجارية ومطردة كبار رجال الأعمال وصولاً إلى حضر النفط والغاز وحسب بيانات البنك المركزي فقد تراجعت إرادات مصدري النفط والغاز الروس بنحو 60% في يوليو الماضي على أساس سنوي إلى نحو 7 مليارات هبوطاً من نحو 17 مليار دولار وترافق ذلك مع نزوح سريع لرؤوس الأموال والاستثمارات إلى خارج البلاد ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا بحاجة إلى زيادة الفائدة وتقيير انفاق الميزانية الاتحادية لتحسين سعر صرف الروبل الذي يرزح تحت متواليات العقوبات الأجنبية واسعة النطاق حسن محمد ترات عربي